السلام عليكم اهلا بيكم في مطبخ موني النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الطعمية او الفلافل هنعملها مناسبة للكيتو دايت او كرطاي مش هنعملها بالفول ولا هنعملها بالسوداني هنعملها ان شاء الله بالترمس طعمها جميل جدا زي الطعمية اللي بنشتريها بالزبط ان شاء الله هتعجبكم يلا بينا نعملها مع بعض معانا هنا حزمة صغيرة من الكسبرة والبقدونس ممكن تستعملوا شبت انا مقطعهم اي تقطيع لان هنفرمهم في الكبة ومعانا هنا كوباية مليانة من الترمس دا ترمس حلو مش مر انا نقعته ليلة وبعد كده سلقته ومعانا بصلة متوسطة اربع فصوص طوم والبهرات اللي انتوا عايزينها ملح وكمون وبابريكا وكسبرة نشفع وفلفل اسود هنجيب دلوقتي الكبة وهنقطع البصلة وهنحط عليها دلوقتي اربع فصوص طوم وبعد كده هنشغل عليهم الكبة ونفرمهم نعم بالشكل دا هنضيف عليهم دلوقتي كوباية من الترمس زي ما قلتلكوا دا ترمس انا نقعته وبعد كده سلقته ايه ومش هقشره انا هعمله بالاشراء بتاعته وهنشغل عليهم الكبة وكل شوية نجيب اللي على الطروف دي خطوة مهمة جدا يا جماعة لشان نتأكد انه هو مفروم كويس قوي كل شوية هنفتح الكبة ونجيب اللي على الطروف ونشغلها تاني لغاية لما يكون ناعم معانا كويس جدا بالشكل دا هنضيف عليه دلوقتي الخضرة انا هحط بقدونس وكسبرة ممكن تحطه شبت وممكن نحط بدل البصل نحط شوية كده من الكرات على حسب المتاح عندكم هنعملها بنفس طريقة عمال الطعمية العادية وهنرجع تاني نشغل الكبة وطبعا كل شوية بنفتح الكبة ونجيب اللي على الطروف علشان نفرومه كويس جدا هو كده تفرم معانا كويس واختلطه كويس مع بعض هنضيف دلوقتي بيضة وهنشغل تاني الكبة نخلطهم مع بعض كويس البيضة علشان تدينا قوان متماسك وينفع ان احنا نشكل الطعمية ولو مش عايزين تحطوا بيض ممكن ان انتوا تزودوا مية بالتدريج كده لغاية لمة تلم معانا وينفع ان احنا نشكلها بأيدينا ان احنا ناخد كده كمية على ايدينا ونلفها طبعا تشايفين سهلة التشكيل خالص دلوقتي بقى هنبدأ ان احنا نبهرها هنجيب بولا ونحط فيها الطعمية بتاعتنا بيكون القوان بتاعها بالشكل ده زي الطعمية العادية اللي بتتعمل بالفول او بالحمص هنحط عليها نص معلقة صغيرة من الكمون ونص معلقة صغيرة من الكزبرة النشفة ونص معلقة صغيرة من الملح ونص معلقة صغيرة من البابريكا وعلى طرف المعلقة كده فلفل اسود وهنحط برضو على طرف المعلقة بيكربوناتو او اللي هي بيكربوناتو سوديوم وهنقلب المكونات مع بعض كده كويس وهي دلوقتي جاهزة بقى ان احنا نحمرها هنجيب دلوقتي طوصة وهنحط فيها كمية من زيت الزتون ومعايا هنا كمان سمسم ده سمسم مش متحمص هنبدأ دلوقتي نشكل الطعمية على شكل قرس بالشكل ده وهنحط عليها دلوقتي سمسم من فوق واول ما زيت يسخن معانا هنبدأ دلوقتي ان احنا نحط الطعمية تتقلة وهنعمل واحدة تانية بنفس الطريقة لو مش عايزين ان انتو تقولوها يا جماعة ممكن تجيبوا صاغ الفرن او صنية وتحط عليها ورقة زبدة وتعملوا اقراص من الطعمية وتدخلوها الفرن الغايت لما تستوي بتكون خفيفة وطعمها جميل بس طبعا بيكون احلى لما تكون مقلية وبعد ما تتحمر معانا من تحتها نبدأ دلوقتي ان احنا نقلبها ولو حسيتوا ان هي مش مستوية كويس من تحت بتقلبوها تاني علشان تستوى معاكوا كويس ونشيلها على طبق بالشكل ده دي اول واحدة من الطعمية جميلة جدا ومستوية وهنشيل باقي الطعمية برضو بنفس الشكل بتكون معانا الطعمية شكلها جميل جدا بالشكل ده هنكمل بنفس الطريقة باقي الكمية لغاية لما نخلصها كلها وطبعا ممكن نحتفز بجزء منها في الفريزر بس الجزء اللي هنحتفز به في الفريزر ما تحطوش عليه بيض غير وقت الاستعمال وكده خلاص الطعمية بتاعتنا بقى جاهزا نحنا نقدمها انا قدمتها مع طماطم وخيار وزاتون دي اكتر حاجة بتليقى على الطعمية قدموها بالشكل اللي انتوا عايزينه ويلا بينا بقى كده نشوف قرص طعمية كده من قريب جميل جدا وطعمه هيعجبكوا قوي طعمه احلى من الطعمية اللي بتتعمل بالفول او الحمص جربوها وصدقونها تعجبكوا قوي شايفين شكله معانا من جوه مستوي وجميل جدا وده الفيديو بتاع النهاردة طريقة عمل الطعمية بالترمس مناسبة للكيتو دايت او كرطاي اتمنى يكون الفيديو بتاع النهاردة عجبكوا اذا عجبكوا الفيديو اشتركوا على القناة فعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من فيديوهاتي ما تنسوش تعملوا اللايك وشير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس وبالفهانا وعافية